بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي والصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم من الأخلاق التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو خلق الألفة والألفة معنى الألفة هو الاتفاق في التعاون على تدبير أمور المعاش أو أن يكون الإنسان لينا رفيقا معاونا لإخوانه محققا المصالح التي يحتاجها الناس ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالاعتصام بحبله فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقد امتن الله جل وعلا على نبيه بتأليف القلوب بين المؤمنين قال جل وعلا وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ولذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد بأنها تدعو إلى التآلف والتحابب بين المؤمنين وترك كل ما من شأنه وتدعو إلى ترك كل ما من شأنه أن يوهن هذا الأمر العظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من يألف ولا يؤلف ولذلك متأمل في الحديث النبوية يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله وبتقريره يؤكد على هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة والدين وهو أن يكون بين المؤمنين من التآلف والتحابب الأمر الذي يحقق هذا الأمر ولذلك قيام المحبة والألف بين المؤمنين سبب من أسباب النصر والتمكين وأيضا الاجتماع والإتلاف وسبب من أسباب سلامة الصدور وسلامة النفوس وغير ذلك مما يعين على التعاون والتآخي بين الناس جميعا ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون على مسألة الألفة بين المؤمنين يقول الأوزاع رحمة الله عليه كتب إلي قتادة إن يكن الدهر فرق بيننا فإن ألفت الله الذي ألف بين المسلمين قريب ويقول مجاهد رأى ابن عباس رجلا فقال إن هذا ليحبني قال وما علمك؟ قال إني لأحبه والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها منها اختلف والسلف الصالح رضي الله عنهم ترجم هذا ترجم عملية واقعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك إخواني وأخواتي خلق الألفة هذا من أعظم الأخلاق التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال يعني هذا الخلق العظيم إذا أردنا أن نحققه في واقعنا فلابد من بذل الأسباب في ذلك من أهم الأسباب التواضع بأن يتواضع الإنسان لله وأن يتواضع مع خلق الله ولذلك المسلم المتكبر لا يمكن أن يكون عليفا يؤلف بل إن الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه وينظرون إليه شزرا بينما المتواضع فإن الناس يعلفونه ويعلفهم وهكذا ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان تواضع وأن لا يصطحب هذه الاعتبارات الطينية السفلية في تعامله مع إخوانه الأمر الآخر ما يتعلق بتحقيق هذا الأمر هو أن يحمل الإنسان أهم الآخرين وأن يتجرد عن الأنانية والذاتية وأن يكون نفعه متعدل لإخوانه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس لذلك المسلم حينما ينعتق عن الأنانية والذاتية ويحرص على إيصال النفع إلى الآخرين ستنتشر الألفة ويصبح سلوك عام لدى الناس كذلك أيضا معاشرة الناس بالرفق وباللين ولذلك الأرواح جنود مجندة ما تعارف من اعتلف وما تناكر من اختلف وتحمل أيضا الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أيضا إفشاء السلام هذا من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل بين بأن خير الإسلام هو بذل السلام وإفشاء السلام مع بقية الأعمال أيضا أن يكون الإنسان مبادرا في الأمور يعني مثلا سمع بجار له قد مرض زاره أو بصديق له مثلا يزوره إذا مرض وهكذا بمعنى أن يكون له مبادرات أن يسعى وأن لا ينتظر الآخرين لأنه للأسف الشديد بعض الناس الآن يريد لنفسه ولا يريد البذل لغيره وهذا لا شك بأنه يعني خلق سيء كذلك يعني من الأمور التي تحقق الألفة طيب الكلام طيب الكلام الله جل وعلا يقول وقول للناس حسنة قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فالكلمة الطيبة هذه تفتح مغاليق القلوب الكلمة الطيبة هذه تلين القلوب القاسية لذلك مهم جدا أن يكون الإنسان أن ينتقي الإنسان أطيب الألفاظ وأجمل الكلمات أيضا أن يكون الإنسان محظر خير حينما يصلح بين الناس إذا سمع بمشكلة أو بخلاف بين اثنين أو بين عائلتين أو بين قبيلتين بمعنى أن يكون ساعيا في الإصلاح باذلا جهده في ذلك لا شك بأن هذا يساعد بشكل كبير على انتشار الألفة بين الناس أيضا عندنا مساء الكثيرة مثل الهدية وغير ذلك من الأشياء التي هي في واقع الأمر تساعد على قضية غرس هذا الخلق العظيم وجعله سلوكا عاما ولذلك العلماء تحدثوا في هذا كثيرا وأطالوا في تقرير هذه المسألة فالخلق الألف من أعظم الأخلاق التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وترجمها السلف الصالة كما ذكرت ترجمة عملية فليكن المسلم على هذا الخلق وأحيانا من الناس من خلقه جبل طبيعي يعني هو أصلا خلق أليفا يؤلف لكن من الناس من هو على خلاف ذلك فهذا ممكن اكتسابه يكتسب الإنسان هذا الخلق وذلك بالتدرب والتمرين والتعود وقبل ذلك إخلاص النية وأيضا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأيضا بيان العواقب الحميدة للألفة وبيان العواقب السيئة لمن انتزعت منه هذه الصفة الطيبة أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الأخلاق الطيبة التي أمر بها وحث عليها أمر بها ربنا وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على عبده ونبيه محمد